الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وإضاح ما يتعلق بالشفاعة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلامه عليه من حيث بيان الحكم حكم الشفاعة وأيضا من حيث بيان حقيقة الشفاعة ما هي وأيضا من حيث بيان الفرق بين ما أثبت من الشفاعة ونفي لأن هناك شفاعة مثبتة في القرآن وهناك شفاعة منفية وهذه مسائل مهمنا جدا أن يعرفها المسلم لأن لها تعلقا بالتوحيد لأن لها تعلقا بالتوحيد ولأجل ذلك جعل هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد والسبب في ذلك أن ثمة مفاهيم مغلوطة وخاطئة في قديمة الدهر وحديثة في الشفاعة الله عز وجل يقول عن من يعبدون غيره يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن الشفاعة فيها من قديم ولا يزال باقيا مفهوم خاطئ ومفهوم مغلوط وهذا المفهوم الخاطئ يعد خللا في التوحيد يعد خللا في التوحيد ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذا الباب باب الشفاعة حتى يبين في ضوء الأدلة ما هي الشفاعة وما حقيقتها وما حكمها وما المثبت منها في القرآن وما المنفي كل ذلك عقدت هذه الترجمة لبيانه والشفع هو ضد الوتر الشفع هو ضد الوتر وشفع فيه أي أعانى ولهذا الشافع الشافع معين المشفوع له بالشفاعة يعينه بها وكأن طلب صاحب الحاجة مع الشافع له فيها صار شفعا صار شفعا ولهذا سميت شفاعة ولهذا سميت شفاعة لأن الشافع أعانى الشافع أعانى المشفوع له بالشفاعة أعانه بها فالشفاعة هي إعانة إعانة من الشافع للمشفوع له إعانة من الشافع للمشفوع له بسؤال الله عز وجل حاجة المشفوع له من غفران ذنب أو دخول جنة أو نجاة من نار أو غير ذلك جاءت الشفاعة في القرآن في مواطن كثيرة مقيدة مقيدة بقيدين لا تكون الشفاعة صحيحة سليمة قويمة إلا بهما وسيأتي عليهما الأدلة إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عز وجل عن المشفوع له فإن خرجت الشفاعة عن هذين الضابطين الذين دل عليهم القرآن فإنها شفاعة باطلة فإنها شفاعة باطلة شفاعة جاء القرآن بإبطالها جاء القرآن بنفيها قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيَةً وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيَةً أنذر أي خوّف به أي القرآن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخوّف بهذا الكتاب العظيم بالقرآن والإنذار هو الإعلام بموجبات وأسباب المخافة والتحذير منها أنذر به أي خوّفهم أيها النبي بالقرآن قال وأنذر به وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هؤلاء الذين هذه صفتهم هم من ينتفعون حقا بالنذارة ويكون لها أثر عليهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهذا فيه تنبيه إلى أن الإيمان بالحشر والبعث والجزاء والحساب من موجبات الصلاح ومن موجبات الهداية ومن موجبات قبول الحق والهدى كلما قوي هذا الإيمان وعظم استحضاره كان له الأثر العظيم على العبد إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين يعني مشفقين من هذا اليوم يوم الحشر والحساب والجزاء فالله يقول أنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ما صفة هؤلاء؟ قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس ليس هذه جاءت بيانا لحالهم جاءت لبيان حال هؤلاء أي أنهم حالهم هؤلاء الذين يخشون ويخافون أن يحشروا إلى ربهم حالهم أنهم متخلين عن الشفع والتعلقات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ليس في قلوبهم تعلق إلا بمن بربهم ليس عندهم التجاء إلا لربهم به يستغيثون وإليه يلتجؤون وعليه يتوكلون وهذا توحيدهم هذا هو التوحيد ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قال الحافظ بن كثير يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة ويتركون التعلق على الشفع وغيرها لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه فهذه الآية فيها حال الموحد حال الموحد المخلص لله ليس له من دون الله ولي ولا شفيع ليس له من دون الله ولي ولا شفيع أي متخلين عن هذه التعلقات بالأولياء والشفع إنما وليهم الله إنما وليهم الله والتجاءهم واعتمادهم وتوكلهم وطلبهم النجاة كل ذلك يلتجئون فيه إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نعم قال رحمه الله وقوله قل لله الشفاعة جميعا قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا هذه الآية جاءت في سياق ابطال التعلق بالشفعة تعلق بالشفعة مثل أن يكون قلبه منصرف إليهم يطلب نجاة يطلب فوزة يطلب سلامة يطلب عافية من الشفعة يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فجاءت هذه الآية في سياق ابطال ذلك قال سبحانه وتعالى قبلها أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فجاءت في هذا السياق جاءت في سياق ذلك له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فجاءت في سياق ذلك في سياق ابطال هذا التعلق ابطال هذا التعلق أم اتخذوا من دون الله شفعاء الاستفام هنا إنكاري على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الشفعاء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل منكرا عليهم قل أيها النبي لهؤلاء أو لو كان هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون وهذا فيها بيان لحقيقة هؤلاء الشفعاء أنهم لا يملك شيء ولا يعقل فكيف يتخذ شفيعا من دون الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا ومعنى الشفاعة لله جميعا أي ماذا ملك اللام هنا لام الملك لله أي ملكا قل لله الشفاعة جميعا أي الشفاعة ملك لله ولهذا من يشفعون عند الله متى يشفعون إذا أذن لهم الملك ما يشفعون ابتدان ما يشفعون ابتدان لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ما يشفعون ابتدان إلا إذا أذن المالك للشفاعة قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها لا حد يشفع عنده إلا إذا أذن سبحانه وتعالى إذا قال قائل أنا أرجو وأطمع أن أكون ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام عند الله نقول له ونحن كلنا ذلك الرجل كلنا نطمع أن نكون ممن يشفع لهم النبي عند الله سبحانه وتعالى ولما نقرأ الآية قل لله الشفاعة جميعا نلتج إلى من في طلبها إلى الله فنقول في دعائنا لله مخلصين الدين لله يا ربنا شفع فينا نبيك اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك نوحد الله ندعو الله لا نطلبها من غيرها ولا نصرف الذل والخضوع الذي هو التعبد لغير الله بل نطلبها من الله المالك لها اللهم اشفع فينا نبيك اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم فهي ملك لله قل لله الشفاعة جميعا إذا كانت ملك لله هل تطلب من غيره هي ملك له فلا تطلب إلا منه فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها فليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب من مالكها رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يملكها أحد سواه جل شأنه وهذا الطلب هذا الطلب عبادة لأن الدعاء عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض هو المالك لكل شيء هو المالك للشفاعة هو المالك للسماوات والأرض المالك لكل شيء سبحانه وتعالى ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون إذن هذه الآية فيها إثبات أن الشفاعة ملك لله عز وجل فلا تكون إلا بإذنه سبحانه ولا تكون أيضا إلا لمن رضي الله حاله وعمله نعم قال رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه من جزء من آية الكرسي عظم آيات القرآن وهي آية أخلصت لي بيان التوحيد وذكر براهينه آية الكرسي فيها من أسماء الله خمسة أسماء ومن صفاته ما يزيد على العشرين صفة وفيها من براهين التوحيد ما يزيد على العشرة براهين ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله لأن أعظم شيء في القرآن التوحيد وأجمع آية لبراهين التوحيد ودلائله هذه الآية اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو المالك لها ولا يستطيع أحدا أن يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي إلا بإذن من الله للشافع أن يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع نعم قال رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذه الآية جمعة الشرطين للشفاعة المثبتة في القرآن وهما الإذن للشافع والرضى عن المشفوع له قال جل وعلا وكم من ملك كم هذه تكثيرية يعني في كثرة الملائكة في السماوات كم من ملك في السماوات هم كثرة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم لا تغني شفاعتهم شيئا أي لا تجدي ولا تنفع لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن أي للشافع ويرضى عن المشفوع له ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد انتبه لها هذه ثلاث فصول عظيمة نافعة في هذا الباب الشفاعة لا تكون إلا بإذن للشافع ورضى عن المشفوع له والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد وسيأتي معنا الحديث لما قال أبو غريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو التوحيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال أيضا في حديث آخر في الصحيح لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا رضى الله عن المشفوع له نائلة ليست كل أحد نائلة أهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم يعني لا تنفع ولا تجدي شيئا إلا من بعد أن يأذن الله أي للشافع ويرضى عن المشفوع له هذه الآية جمعت الشرطين نظيرها تماما قول الله سبحانه وتعالى يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا جمعت أيضا الشرطين الإذن للشافع والرضى عن المشفوع له تجد آيات في القرآن ذكرت شرطا واحدا مثل آية الكرسي من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وأيضا الشرط الآخر في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هناك آية جمعت الشرطين مثل هذه الآية في قولها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قال رحمه الله وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير مرة ما نقل المصنف عن بعض أهل العلم أن هذه الآية أو هذه الآيات ماذا صنعت قطعت عروق شجرة الشرك اجتفت شجرة الشرك من عروقها ما المقصود بعروق شجرة الشرك ما المقصود بعروق شجرة الشرك يعني الأشياء التي يتعلق بها المشرك فاتخذها سببا في ما يمارسه من الشرك والدعاء لغير الله هناك أمور هناك أمور يتعلق بها المشرك فجاءت هذه الآية وقطعتها واحدا تلو الآخر قطعا مرتبا جاءت هذه الآية وقطعتها واحدا تلو الآخر قطعا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى فما أبقت لمشرك متعلق ما أبقت لمشرك متعلق استمع إلى كلام عظيم لابن القيم في كتاب مدارج السالكين في توضيحه هذا المعنى في الآية يقول لا وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا يعلم من تأمله وعرف أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له فالمشرك إنما يتخذ معبودة لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع والنفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع النفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها لمن عقلها هذه آيات حقيقة جدير بكل مسلم أن يعقل هذه الآيات وأن يحسن تأملها إذا عقلها وتأملها سلم ونجا لا يمكن لمن عقل هذه الآيات أن يوجد عنده تعلق باطل بغير الله ولا أن تعلق بكاهن أو بساحر أو غير ذلك كل هذه ينجو منها كل هذه ينجو منها إذا أحسن عقل هذه الآيات الآن ندخل مرة ثانية دخول قوي من خلال هذه الآيات ونمسك بهذه العروق ونقطعها واحدا واحدا الآن ندخل ونقطع هذه العروق واحدا واحدا دخول قوي معنا هذه الآية في ضوئها ننظر كيف نقوم بهذا القطع لهذه العروق ثم أيضا ننتبه الآن لما نريد نقطع هذه العروق لا تظنون أنها عروق صلبة وقوية وتحتاج إلى يعني آلات قوية للقطع وهي جدا الله عز وجل قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هي هذه التي يتعلق بها هؤلاء هي واهية جدا واهية جدا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا سبحان الله المثل هذا الذي ضربه الله في القرآن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا المعابد التي فيها الأوثان وفيها وفيها ما يتخذ ندلا لله يدعى ويستغاث إلى آخره كل هذه المعابد ما تخلو من بيت عنكبوت ما تخلو فالمثال الذي يصور حالهم عندهم في هذا التعلق الباطل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا بيت العنكبوت أوهن البيوت لا يقي من حر ولا من برد ولا من عدو ولا من شيء ما ينفع أوهن البيوت الآن ندخل في صلب الموضوع قطع هذه العروق قطع هذه العروق في ضوء في ضوء العدلة إذن ندخل قولوا بسم الله ندخل أولا ونجد أن أكبر متعلق لمن يريد أن يدعو غير الله أن يظن في من يدعوه أنه يملك في هذا الكون نحن نتحدث الآن عن كل من يدعى من دون الله فمن يدعو أحدا من دون الله يظن أنه يملك في هذا الكون ولو شيء قليل ملكا استقلاليا فلأجل هذا الملك التجائلي هذا المتعلق الأول بسم الله اقطع قال الله تعالى قول يدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا فران هذا المتعلق الأول قطع الآن لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا فران في أقل منه متعلق آخر لا يملك نعم لا يملك لكن عنده شركة مع المالك ولو مشاركة في شيء قليل هذه لو وجدت يستحق بموجبها ماذا أن يدعى قال وما لهم فيهما من شرك قطع المتعلق الثاني وما لهم فيهما من شرك فبطل هذا المتعلق الثاني إذن لا مالك ولا شريك للمالك في أمر ثالث أقل رتبة وهو أن يكون معين للمالك يحتاج المالك يعاونه يظاهره فقطع هذا بماذا وما له أي الله منهم أي المدعوين من ظهير أي من معين إذن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك بقي أمر رابع أقل رتبة وهو أن يكون هذا الذي يدعى يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن بدون إذن من المالك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قطع الرابع هذه الآن العروق الأربع قطعت في الآية قطعا مرتبا من الأعلى إلى الأدنى بعد ما تقطع العروق هذه التي يتعلق بها هذا الذي يدعو غير الله عز وجل ربما يتحير في مسألة يقول لك صح الآن قطعت هذه كلها ما بقي شيء لكن هناك من هم عظماء ولهم مكانة ولهم منزلة عظيمة جدا فأنا أعلق قلبي بهم من أجل أن يقربوني من الله يقول هذا هو عين شرك المشركين ثم يأتي نفيه في السياق نفسه حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي هؤلاء الملائكة المقربون وهذه منزلتهم وهذه مكانتهم وفي الآية ذكر شأنهم وحالهم مع رب العالمين نرجع ونقول الشفاعة ملك لمن لله من أراد الشفاعة فليوحد ربه وليخلص دينه له وليطلبها منه سبحانه وتعالى وليطلبها منه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المصنف الآيتين نقلا نقلا مفيدا جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توضيح مدلول الآيتين نعم قال رحمه الله قال أبو العباس رحمه الله نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له يرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه نعم هذا نقل مفيد جدا وعظيم عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في استخلاص معاني وفوائد مستفادة من هاتين الآيتين من سورة سبا قال رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قصطا منه وما لهم فيه ما من شرك أو يكون عونا له أو يكون عونا له وما له منهم من ظهير فهذه ثلاثة قال ولم يبق إلا السفاعة ولم يبق إلا السفاعة فنفاها قال ولا تنفع السفاعة عنده إلا لمن أذن له ولم يبق إلا السفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ولا تنفع السفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا تفيد ولا تجدي إلا بهذا الشر كما قال تعالى ولا يسفعون إلا لمن ارتضى ولا يسفعون إلا لمن ارتضى لا يسفعون إلا بإذنه ولا يسفعون إلا لمن ارتضى قوله وعمله والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن نفاها القرآن في آية كثيرة منها الآية الأولى وآية كثيرة في القرآن جاء فيها نفي الشفاعة التي عليها أهل الشرك كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد يوم القيامة لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاع أولا ثم يقال له ارفع رأسك هذا هو الإذن هذا هو الإذن ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع هذا هو الإذن ما يشفع ابتدان إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له إذن هذا الآن من السنة اشتراط الإذن بعده أيضا من السنة اشتراط الرضا المشفوع له قال وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فذكر هنا الشرط الثاني الذي ورّضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإذن الشفاعة المثبتة في القرآن هي التي بإذن من الله للشافع وبرضا من الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له ما عدم الشرطان من الشفاعة فهي الشفاعة منفية الشفاعة باطلة جاء القرآن بنفيها وإبطالها قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تكون لمن أشرك بالله ولا تكون لمن أشرك بالله من أشرك بالله ما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كانوا أعظم الناس جاهاً ومكانةً عند الله خذ مثال مثال عجيب في الصحيح في الصحيح البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام يلقى آزر الذي هو والد إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم عليه السلام لوالده يوم القيامة الحديث في الصحيح يقول إبراهيم الخليل لوالده وتذكر هنا جاه إبراهيم عند الله جاه إبراهيم الخليل عليه السلام عند الله اتخذه الله خليلاً اتخذ الله إبراهيم خليلاً خليل الله له جاه ومكان عظيم عند الله والآن الحديث عن شفاعة قال يلقى إبراهيم الخليل عليه السلام أباه يوم القيامة فيقول له يقول لوالده ألم أقول لك لا تعصني يعني في الدنيا فيقول الآن لا أعصيك هذه ما تنفع يوم القيامة فيقول الآن لا أعصيك فيتوجه إبراهيم إلى الله عز وجل بالدعاء يقول لا يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين وأي خزي أعظم من أبي الأبعد إيش أعظم من هذا أي خزي أعظم من أبي الأبعد يطلب من الله فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين في القرآن قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين إني حرمت الجنة على الكافرين يقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول لإبراهيم انظر ينظر إلى جهة والده فإذا به تحول على صورة ذيخ الذيخ الذكر من الضباع تحولت هيئة على هيئة ذيخ صورة ذيخ وأخذ بقوائمه وألقي في النار وأخذ بقوائمه وألقي في النار ما تنفع ما تنفع الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله ولهذا يقول فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله ولا تكون لمن أشرك بالله حقيقتها الشفاعة حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم الذين أخلصوا دينهم لله فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ليظهر مكانة الأنبياء والملائكة والصالحين يأذن لهم بالشفاعة فيشفعون لأهل الإخلاص أما غير أهل الإخلاص لا حظ لهم إطلاقا في هذا فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه يعني يكرم الشافع وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص أعيد أمر أن أختم به هناك في هذه المسألة ثلاثة فصول مهمة جدا وأصول عظيمة للغاية الأول أنه ليس هناك شفاعة إلا بإذن الله الثاني ليس هناك شفاعة إلا لمن رضي الله عنه رضي قوله وعمله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الثالثة لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد ما يرضى عن مشرك من جاء يوم القيامة مشركا لا حظ له في النجاة مطلقا ولا تنفعه شفاعة الشافعين فهذه ثلاثة أصول مهمة في الباب إذن الله للشافع رضى الله عن المشفوع له لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيات قال فيه مسائل تفسير الآيات التي مرت معنا الأولى التي في الأنعام ثم الثانية التي في الزمر قل لله الشفاعة جميعا ثم الثالثة التي في البقرة من ذا الذي يشفع آية الكرسي ثم الرابعة في النجم وكم من ملك ثم الخامسة في سبع قل ادعوا الذين ازعمتم من دون الله والخامسة اتبعها بماذا بنقل في توضيح معناها عن شيخ الاسلام رحمه الله نعم قال رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية صفة الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله يتوجه هؤلاء بها لغير الله أي كان هذا الغير توجهون اليه يدعونه يطلبونها منه هذه منفية لأن مثل ما مر ومعنا قل لله الشفاعة جميعا هي ملك لله فمن أرادها طلبها من الله وجاهد نفسه على ماذا أن يكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا الله نعم قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة صفة الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ولها شرطان الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الشفاعة الكبرى في قوله رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع هذه الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة لأهل المنفية وهي المقام المحمود في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم ويفصل لأنهم يقفون يوما طويلا يوما مقدار خمسين ألف سنة يقفون يوما مقدار خمسين ألف سنة فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في الفصل بين العباد فيذهبون إلى آدم ويعتذر ثم نوح فيعتذر ثم إبراهيم فيعتذر ثم موسى فيعتذر ثم عيسى فيعتذر عليهم صلى الله عليه وسلم وأجمعين ثم ثم يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيشفع فيشفع للخلايق عند الله في أن يجيئ سبحانه وتعالى للفصل بين العباد للفصل بين العباد وفي هذا يقول هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر قال رحمه الله الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله تعالى له شفاعة مع أنه عليه الصلاة والسلام أفضل العباد وسيد ولد آدم وأعظم الناس جاها ومنزل عند الله سبحانه وتعالى ما يشفع ابتداء يسجد لله ويحمد الله ويثني عليه بمحمد يعلمه الله إياه في ذاك الوقت فإذا جاء الإذن شفع فإذا جاء الإذن ما هو الإذن في الحديث قال إشفع إشفع ذهو الإذن إشفع تشفع فإذا جاء الإذن شفع قبل الإذن ما يبدأ ما يبدأ بالشفاعة مباشرة بل يسجد ويحمد ويثني على الله سبحانه وتعالى ينتظر أن يأذن الله فإذا أذن الإذن إشفع هذا الإذن يقول لها الله إشفى تشفى فيشفى حينئذ قال رحمه الله السادسة من أسعد الناس بها نعم هذا في حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة لما قال أبو هريرة هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري وغيره قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث عظم النبي عليه الصلاة والسلام من شأن هذا السؤال ومكانته وأيضا أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه في هذا السؤال ثم أجاب عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نام قال رحمه الله السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله نعم أنها لا تكون لمن أشرك بالله في حديث أشرت إليه وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فهذا فيه أنها لا تكون لمن أشرك بالله أنها لا تكون لمن أشرك بالله وإنما هي خاصة بأهل التوحيد والإخلاص نعم قال رحمه الله الثامنة بيان حقيقتها بيان حقيقتها تقدم في كلام شيخ الإسلام قال حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ليكرمه وإلا ينال المقام المحمود أي المقام الرفيع العالي نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيمة اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولايت أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم يا حي يا قيوم رحمة على رعاياهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقب الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وقلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحق اندماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير